اشتركوا في القناة بكم نقدر نزيد القدام حافظكم الرحمن اينما كنتم داخل المغرب او خارجه كان بغيكم بزاف وكان حاول من خلال تعليقات تعكم زوينة اللي كتحفزني نجيب لكم الجديد واي وصفة طلبتوها من عندي ما غديش نبخلع لكم وحتنتم مشجعوني باللايكات والكمونترات وبرتجي والوصفة باش تعمل الفائدة على الجميع الوصفة تعليون تحت طلب دي المجموعة من الاخوات ليكتبوهو لها في الكومونترات وطلبوها مني كاي اللي عند لكنف قديم وكاي اللي عددتها صبغتها قديمة وبغطت وحد لون لالبشرة وكاي اللي عنده ديكم المسامات واسعة وكاي اللي عنده ديك ترهولات لكي يكونوا في الوجه المهم غدي نعطيكم واحد الوصفة رخيصة بالزاف غير بدرهم واحد سطقيني غير بدرهم سوف يتنعي من جميع مشاكل البشرة هذه الوصفة سوف نخرج منها عدة ماسكات وانت سيدتي اختاري اللي يعجبك كل يوم ستعملي ماسك مختلف كل نهار ماسك جديد ومغير على اللي قبل منه المهم سيدتي بدرهم واحد تليف وجيك وخلي دي ما منور ونديما كنقول لك سيدتي راه الوصفة لك نعتكره مجرب مني شخصيا ونجربه مش حل مرة وش حل مرة ونشوف النجاح ديالهم منضمون مية في المية كن ما عرفش النتيجة مضمونة ما كنش غاد ينقدر نعطيك هاد الوصفة سيدتي من اللي كنشوف النجاح تعد الوصفة سيدتي كنقول لاش من شركش مع المتتبعات تعي العزيزات علش تبقى عندي هاد الوصفة كي الناس بزاف محتاج لهاد الوصفات كي اللي عندك كنف قديم كي اللي عنده دوك المسامات واسعة كي اللي عنده دوك تصبوغات المهم هاد الوصفات سيديتي من جميع مشاكل ديال البشرة تاك ان شاء الله هاد يتحصلي على وحد البشرة منورة ووجميلة سيدتي غاد يتعلي اشنو هاد الوصفة السيدتي غاد يتحلق جميع مشاكل ديال البشرة تاك نعم كينا سيدتي هاد الوصفة السيدتي واتع صفار البيض ماسك صفار البيض اراه كي يساعد لي يكون في علمك سيدتي راه كي يساعد على شد البشرة وتفتيح ديال لون دياله وكي يخفف من ديال التصبوغات وكي يصغل المسامات الواسعة بتاعت الوجه وكي يعطي للوجه واحد النظرة واحد اللماعان مدهش ولكن سيدتي دي ما كنقول في الفيديو يديالي مع المداومة لما كانش مداومة ما كينوالو المداومة هي اللي غدا تعطيك النتيجة هي اللي غدا تخليك تخلصي سيدتي من الكليف بالنمس هذا المسك صفار البيض اراه مسك مثالي لحيث صفار البيض كي تكون من الدهون لكي تغذي البشرة اراه بحلوة الوردة غرستيها في واحد المحابق اللي اعتنيت بها وقت تسقيها باستمرار ستلقي هذه الوريدة ديما منورة جميلة ولكن اللي اغفلت عليها هذه الوريدة ستدبل ستلواق ويطيحوا الأوراق ديالك بحل وجه سيدتي الي اعتنيت بي بقديمة منورة ولكن اللي اغفلت علي غالي دبال بيضة بالدرهم ستحصل على وجه جميل لحيث صفار البيض في الكالسيوم في الكاربوهيدرات والكولاجين ومحتاجة لها البشرة الوجهة تعنا إلا استعملناها باستمرار ودومنا على هذا المسك سنضيف لنا البشرة ويحافظ على الترطيب ديال البشرة ويقعد ناعمة مثل الأطفال ويحميها من الجفاف والتشققات اللي كتظهر على البشرة بسبب عوامل ديال الطقس مرة كيكون الطقس جاف مرة كيكون بارد مهم هذا البيضة ستحميلك الوجهة سيدياتي لإستعمال صفار البيض بصراحة متميزة وكتعطي نتيجة فورية وفي الحين من أول استعمال المهمة حبيباتي سوف نريكم طريقتي كنت كنت استعمالها أنا وابنتي ديما خاص الواحد يبتاكر شي حويج خاصة به أنا ديما كنخلط مادة مع مادة أخرى وكنجربها عليها وكنشوف الفرق إلا من شي حاجة متميزة ومدهشة كنبغين شاركها معاكم بحال هذا المسك العجيب كنشد سيدتي سفر ديالبيض كنزيد علي نصف ليمونة الحامض كنزيد علي نصف ليمونة كنطر بمزيان كنقسم الثلاثة الأقسام يعني على مدة ثلاثة أيام مثلا بحال اليوم خديت ملعقة ديال صفار البيض والليمون نزيد علي النشط على الروز وحده سولتني اشنا هو النشط على الروز وكيفش كنحصل علي انا كنناخد انا على نفسي كنناخد اما رابعة ديال الروز كنناخد ذاك الروز العادي كنمشي عند العطار كنقولي طحنو ليم زيان حتى كنقعد مليين بحال فورس ولما ملقيتش قد تأخذي الميزينة تعطي الروز وكنديرو في واحد القرعة وكنقول العطار اعطينا رابعة ديالحمص وكنتحنو نحطو في قرعة وتناخد القهوة مشي سريعة الدوابان هادو بالنسبة للماسكات يكونو ديما عندك في الدار تناخد القهوة تيقن طحنها مزيان وكنخليهم في واحد القرعة هادو ديما خصي يكونو عندك سيداتي فيما بقيت ندير شي ماسك يكونو عندي موجودين لحيتش حالي وحده دخلت عندي قتلك اشنو النشط يا الروز النشط يا الروز اما التخضي الميزينك بالنسبة لي انا كنفضل ان ناخد 1 رابعة ديال الروز العادي كندير على الطريق تحنو اليام وهذا هو اللي كنستعمل انا في الوصفات كمين سيداتي كنناخد صافر ديال البيض اللي قسمت على ثلاث ايام غد نزيد عليه جهد ملعقة صغيرة تحت الروز مطحون انا عندي واحد طريقة ناخد اللانجيت اما يكونوا فازقين او لا ناشفين واخر انا كنفضل ذلك الفازقين وكنديرهم في ذاك الماسك اللي حضرت معاكم بتاع صافر البيض والروز والحامض كنحطوه مزيان حتى يعمر بذاك الماسك وكنحطوه على وجهي الحتم اللي كندير غير صافر البيض بوحده بلا لانجيت كنشفت غياق وما كيستفلش منه البشرة ونقطع وجهنا كان قطع صغيرة ونضعه هنا تحت فمي ونضعه على جبهتي ونضعه على نيفي ونضعه على وجه كامل سوف تقولي اي المدة شحال أنا بصراحة كان نقضي شغلي ونجعلهم مدة نصف ساعة ومن المدت نضعه على وجهي كان لقى الانجيت بدأوا ينشفوك وكرموه على وجهي كان نحييضهم غرب قليلا احتى ذلك الشعر الصغير الذي يكون في وجهي ذلك الرقيق يتحييض معه وحتى ذلك الانجيت وكتحصلي على واحد الوجهة هي سلام بنتي كنت تمشي للصالون للحلاقة وكتخسر الفلوس فيه ولكن من اللي بدأت تقدير معي هذه الماسكات قد نتيجة احزن جرب سيدتي بشعر فيها النشاة تعطى الروز وصفار البيض مع الحامض كي يخلي وجهك ارتب وكي يلمع أنا كنصح السيدات كامل بهذا النشاة تعطى الروز لان النشاة تعطى الروز دي تخلي لك وجهك شباب النهار الثاني نضع ل BLANJY حسنا نضع لدمع令 ثانيا ثانيا نضع لعضف القاعد ثانيا نضع لعضف الوز ثانيا 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 نضع لعصر الحر ثانيا ثانيا نضع لحركة الماء النصر عموة عموة كزان كزان سوف تستمع الروز يجب أن تضافة تبيض والوضع ويجب أن يتم تصبغ وسيجب المبيزة سيدي ستأخذ القهوة ستزيد الكوركم والنصائح سيدي سوف تحصل على البشرة المألامعة سوف تحصل على وجهر طب وكيل مع سيدتي تجربة هذه الماسكات بثلاثة تكون من صفار البيض والحامض كل يوم تزيد على هذه الماسك مادة مختلفة إما الرز مطحون وإما الحمص وإما القهوة وإما الكركم سيدتي تخلط كل هذه المكونات كاملة الرز مطحون والقهوة والكركم والحمص غير يجب أن يكون قليلا جاري سيدتي لا يوجد مقايس محددة كل هذه المواد تساعد على ترطيب وتنظيف وتبيض الوجه نتمنى أن تكونوا هذه الوصفات تنالوا الإعجاب وما تنسوش تدروا اللايك وتشتركوا معي في القناة قناتي وقناتكم باش يبصلكم كل جديد وبرتجوا لعلش يحد محتاج لهذا الماسكات فتدلوا على الخير كفاعلي ما بقى لي إلا نودعكم للذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر